اشتركوا في القناة ودى السفراء القسم القانوني أمام جلالة الملك المفدى بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينهم سفراء فوق العادة مفوضين كما تشرف السفير الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية والسفير أحمد عبداللهرمس الهاجري سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونسيا للسلام على جلالته بمناسبة تعيينهما في منصبيهما وهنى حضرة صاحب الجلالة السفراء بمناسبة تعيينهم في مناصبهم معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الدبلوماسية الجديدة وتحمل هذه المسؤولية الوطنية وكلفهم بنقل تحياته إلى أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الدول المعينيين لديهم وأطيب تمنياته له لشعوبهم الصديقة بدوام التقدم والرفعات والازدهار أكد جلالة الملك المفدى على أهمية الدول الذي يطلع به سفراء البحرين في دعم مجالات التعاون المشترك مع مختلف البلدان وفتح آفاق جديدة لمزيد من هذا التعاون المثمر والبناء كما وجههم حفظه الله إلى العمل على رعاية شؤون المواطنين البحرينيين في تلك الدول وتلبية احتياجاتهم رفع السفراء عميقة شكرهم وامتنانهم وتقديرهم إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة أيضه الله معربين عن بالغ اعتزازهم بهذه الثقة الملكية السامية ومؤكدين بأن توجهات جلالته الكريمة ستشكل حافزا لهم لبدل المزيد من الجهود والعمل على تعزيز أواصل التعاون وروابط الصداقة الوثيقة مع هذه الدول